مجاز الأخبار من المحور أهلا بكم أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن احتياطية دولة من السلع الرئيسية مطمئنة وذلك وفقا لتوجهات الرئيس السيسي بأن تبقى أرصدت السلع الرئيسية دائما في الحدود الآمنة لمدة ستة أشهر مشيرا إلى أن احتياطية القمح يكفي لأكثر من سبعة أشهر جاء ذلك خلال حوار رئيس الوزراء مع عدد من الصحفيين عقب المؤتمر الصحفي بمدينة العالمين الجديدة كما أشر مدبولي إلى تشكيل مجموعة عمل تنفيذية تنعقد بشكل دائم لمتابعة تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية على الأرض وتلقي الشكاوى والتعامل معها حال ورودها بصورة فورية هذا وأكد رئيس الوزراء أن ملف رعاية الأشخاص ذو الإعاقة يأتي على رأس أولويات الحكومة بهدف حماية حقوق هذه الفئات في الدمج والتمكين في المجتمع وتلبية مختلف متطلباتهم جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين كما استعرض الاجتماع الخطة الوطنية الشاملة لذوي الإعاقة مشيرا إلى أن الخطة تستهدف استثمار البيئة المواتية لدفع الجهود نحو دعم قضايا ذوي الإعاقة وفي مقدمتها الدعم السياسي الكبير من جانب الرئيس السيسي والإمكانات الكبيرة لمساندة المجتمع المدني والقطاع الخاص أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية دفع العمل الجماعية لأجندة المناخة وتحويل الالتزامات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع مع أهمية دعم التعاون ما بين اللجان الإقليمية الخمس بالأمم المتحدة والرئاسة المصرية للمؤتمر جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي لأسيا والمحيط الهدى لحجد التمويل والاستثمارات لتعزيز عمل المناخة كما شدد شكري على ضرورة حجد الجهود لخفض الانبعاثات ودعم آليات التمويل بين الميزانيات المخصصة من الدول الأطراف والقطاع الخاص على المستويات الوطنية لتنفيذ مشروعات تخدم أجندة تغير المناخة صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأنه جاري تنفيذ الفين واربعين واحدة سكنية بإجمالي خمس وسمانين عمارة بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين محور الإسكان فوق المتوسط بمدينة السادس من أكتوبر وذلك في إطار مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية ذات طابع متميز ومستوى جيد وتناسب جميع شرائح الدخلة كما أوضح وزير الإسكان أن المشروع يقع بالفاصل السكني الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة إجمالية سبعين فدان لافتا إلى أنه تم اختيار موقع مميز للمشروع يطل على الطريق الدائري الأوسطي والطريق الشمالي ويجاور عمرات الإسكان المميز الفي قطعة بالمدينة يواجه فريق نادي الزمالك نظيره المصري البرسعيدي في التاسعة مساء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدور الممتاز لكرة القدم كما يحل فريق بيراميز ضيفا على نظيره السيراميكا كيلو بطرا على ملعب المقاولون العرب وفي السادسة والنصف مساء يلتقي فريق فيوتشر نظيره الجونة على استاد خالب بشارة بينما يستضيف الاتحاد السكندري فريق المقاولون العرب على استاد اسكندرية ويلتقي مصر المقاص فريق سموحة في الرابعة عصرا على استاد الكلية الحربية